قدت ساعة بتوقيت الأهلي خط أحمر. أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. وحلقة جديدة من برنامجكم الأهلي خط أحمر. أهلا بك يا فارس. أهلا بك يا أسامة. تسعتاش مرة. طبعا احتفالات بنعيشها في النادي الأهلي. يا رب دايما قطر الاحتفالات وقطر أعيادنا يا رب في النادي الأهلي. وحتى كمان قطر أعيادنا مع دولتنا المصرية. المصرية الإنجازات اللي بتحقق على طريق الدولة. بيضاهيها أو بيقابلها إنجازات بيحققها النادي الأهلي. وبنعيش أيام سعيدة للنادي الأهلي. امبارح كان فيه عيد لكل أعضاء الجمعية العمية للنادي الأهلي. وجماهير النادي الأهلي. زي ما قلت يمكن بدأنا معكم اليوم. وكانت قناة النادي الأهلي على الموعد معكم. ووضعتكم في قلب الحدث. فاسمحولنا نشكر كل القائمين على قناة النادي الأهلي. لأن امبارح كان مجبوط كبير جدا. من أكبر مدير وشركة لايف وشركة استادات. للكابتن إسلام الشاطر أستاذ قابل خطيب. لكل العاملين كانوا كلهم على قدم الوصاق. من أجل تقديم خدمة طليق بقناة النادي الأهلي. وطليق بعشاق ومحبي النادي الأهلي. شكر موصول لكل اللي كانوا وراء الشاشات. وكل اللي كانوا بيرتبوا للحدث. الناس يا جماعة ما نمتش. الناس تعبت عشان تشوفوا الصورة زي ما شفتوها. كمان شكرا للنادي الأهلي وكل المسؤولين التنفيذيين. فيه دكتور سعد الشلبي. وكل من عاونه. وما فيش حد تأخر مبارح. عشان تشوفوا انتخابات طليق بالنادي الأهلي. وتحطنا دايما في حتة أن النادي الأهلي مختلف. عندك تعقيد. أكيد طبعا وتحديدا اللجنة التنفيذية يمكن لو قلنا شهادتنا فيها مجروحة. ولكن شهادة كل المتابعين لأخبار الانتخابات المبارح والعملية الانتخابية. أكدوا على حسن التنظيم وسير العملية الانتخابية. بشكل يليك بجمهير النادي الأهلي. ويليك بالنادي الأهلي. ويليك بأعضاء النادي الأهلي. أعضاء النادي الأهلي. اللي دايما بيقدموا كل شيء يليك بالنادي الأهلي تاريخيا. هم دائما أعضاء الجماعية العمية المحافظين على النادي الأهلي. واللي دائما بتكون رغباتهم واتجاهاتهم نفس رغبة جماهير النادي الأهلي. زي ما قلت هو نصر لوجناحين أعضاء الجماعية العمية. الذين لا ينفصلون أبدا عن جماهير النادي الأهلي يا فارس.